رفض هامل توقيع على وثيقة الاستقرار ضعف موقفها وخليها مشابك علي مزوز هو من الحصول اللحظه انه سيد رئيس حكومة البارح ما قالش موقفه كما قلتون تيتاو لانه وقتها بشيوالي غالط لانه ما قالش انا موقفي المستقر وحركة ناظه هي اللي تغيرت لانه موقف حركة ناظه منذ المشاورات في النقطة هذي يبدو لي انه فهمك في النقطة هذي فقط عليش لانه الموقف هذي حركة ناظه منذ مشاورات تشكيل الحكومة سيليس الفرفيخ عبرتاني ولكن في الاخير كمشاش فيه سيد رئيس حكومة يا اما تقبل وتمضي في الاتلاف الحكومي لانه ميش في موقع الاشتراط علما بانه ميقلق لانه شو حركة ناظه يقول انه راني انا رئيس حكومة ثم يكون الاتلاف عليش الخطر هذا هو الواقع هذا هي الحقيقة مناش نعنى المشاكلين للحكومة ورئيس حكومة ليس من حركة ناظه اللي نختلف فيه هي العبارات الصحوفية والاعلامية اللي لغاية منها ربما هكا تأجيج الوضع شوية مش بسؤنية ولكن إذا كاول عليه فقلت تريض رأوا مش عارف هذي صفة ايجابية ولي سلبية بالعكس جوسي باعم بانكليون للاعلاميين لانه يحبوا شكوين اللي يقول عبارات اللي قوية وكذانه مش دورية ذاك وما نؤمن شبيه بالنسبة للنقطة الثانية حركة النهضة في موقفها من اتلاف الحكومة ليس من موقع الاشتراط هو من موقع الحوار واللي قالوا سيد رئيس الحكومة البارح ما فاجئناش العلاقة ماش ايدا ايام منذ ايام قالوا لرئيس حركة النهضة لرئيس البرلمان ويتقال في الاجتماعات ولا يفسدوا اللوتي قضية كان اتفقنا اتفقنا ما اتفقناش هالحكومة تخدم الاروحة والبرلمان يمارس دوره وربما اتفق في يوم اخر في النقطة هذه ولن تنسحبها حركة النهضة من الحكومة اذا قرر ذلك بش يتقرر في مؤسساتها مش سورا كوتتت بش يتقرر بعد حوار وش يكون المرجع متاعه كل واحد يفهمها كما يحب هذي بش يكون المرجع متاعه مش المصلحة التفصيلية الجزئية الحزبية متى حركة النهضة بش يكون لأساس قراءة الوضع على البلاد والمصلحة للبلاد شكرا لك سامير ديلو اناقب عن حركة النهضة شكرا لك شكرا لك نرجو بعض الاخبار نستقبل حاتم المليكي النائب عن الكتلة الوطنية في البرلمان وانذكركم تتفعلوا معنا منتوى على احتفاظي لكل خطاب رئيس الحكومة تصريحات تأذيفنا سامير ديلو الكلمة لكم